صح النهاردة قال التصريحات كمان قال ان فيه لجنة لمراجعة تسعير الادوية لعلاج التشوهات السعرية بين الاصلي والمثيل والمشكلة اللي حصلة في السوق والصيدليات والمخازن وبتاع ان فيه نفس الدواء دلوقتي موجود بسعرين نفس الدواء موجود في الصيدلية ونفس الدواء موجود في شركة الادوية بسعرين هو هو بس سعره قبل التسعير وسعره لمؤخذة بعد التسعير وقال كمان ان المخزون الاستراتيجي للمستحضرات الحيوية والحياة انا مش عارف يعني المستحضرات الحيوية دي يعني معناها ايه قوي مش عارف بس ده التصريح اللي جاء على نسان وزير الصحة دكتور احمد عماد المخزون الاستراتيجي للمستحضرات الحيوية يكفي تمن شهور وقال كمان ان تداول المكملات الغذائية في الاسواق بالسعر الجبري اول ابريل المكملات الغذائية دي اللي هي ايه أوليه كلام النهاردة بتاعوزين الصحة كده كلام طلاصيمي يعني فوق المستحضرات الحيوية وتحت المكملات الغذائية وفوق الأمبيانس في المهلبية بالسعر الجابري أو الإبري طيب ما احنا عندنا سعر جابري هو حكومة يعني احنا نحب نجبر بنجبر طيب ما تجبره خواطر الناس وتزوده الأسعار الجابرية شوية على بعض السلع الأساسية يمكن يمكن ده يحل شوية حالة الغلاء والسعار اللي موجود فيه أسعار اللي في السوق يحلها ربنا من عنده التصريح